بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بباب أو كتاب الموريث الإرث نعم الميراث نعم ماذا نصنع إذا مات إنسان أول شيء نجهز ونكفن بالمعروف بالمتعارف عليه ما ندفع مال زائد ولا نبخل بالمال وسط يعني مثلا تجهيز يقول عندنا هنا مثلا بمئة لكن في ناس يجهزوا بألف يركبوا السيارة هذا الكدلك الطويلة والفورت الكبيرة وكذا ولا نبخل الوسط نعم نعم بعد هذا نسدد الديون كله من مالي حتى التجهيز من مالي نعم كذلك الديون التي لله سبحانه وتعالى علي كفارات نذور نعم نسدد ثم نخرج الوصية إن كان له وصية لكن الوصية لابد أن تكون بالثلث فأقل لغير وارث بالثلث فأقل ولغير الوارث لا للوارث نعم لو أوصى بدفني في المسجد لا ننفذ الوصية إذا أوصى بأي محرم لا ننفذه تمام ثم بعد هذا نقسم الإرث في الغالب عندنا أنه إذا ترك منزل مثلاً يترك المنزل للزوجة وأصغر الأولاد وهذا أكبر خطأ لابد نقسم التركة كما قسم الله سبحانه وتعالى وأكثر المشاكل بين العوائل بسبب الإرث نعم نعم إذن الأصل أنه إذا مات إنسان نأخذ من ماله ونجحز ثم نسدد الديون ثم نخرج الوصية ثم نقسم الإرث هذا لابد من المبادرة بهذه الأشياء نعم على هذا الترتيب نعم بماذا أوصي أوصي بماذا إذا تعلم أن العائلة عندك بعد موتك سيصنع شيئاً من البدع وغيرها لابد تكتب وصية ولابد تنبههم تقول أنا بريء من كل من يجتمع بعد موتي يصنع البدع يصنع كذا يصنع كذا نعم نعم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا باع واشترى وحصل له شيء من الإرث يريد يتزوج الآن نعم نعم ما شاء الله الآن شوف تعدل الجلوس والجوالات تركت أعوذ بالله من الشيطان أبو الشيطان نعم هذا يقول ليت الدورة كلها كانت النك يأتيك الآن الطلاق لا تحاق تمام يا أخوانا طالب العلم انتبه إلى هذا الكلام هذا ليس كلامي كلام العلماء طالب العلم ماذا يصنع قال جنبوا مجالسنا شهوة الفرج وشهوة الفم هذه المجالس السلفية جنبوا مجالسنا شهوة الفرج وشهوة الفم يعني لا يمكن أن تكون مجالسة للسنة فيها كلام على النساء وعلى كذا أو كلام على الطعام وعلى الدنيا وعلى الهواتف نعم عيب على طلاب العلم أن تكون مجالسهم فيها شيء من هذا لأنه لو دخل واحد قال هذا مجالسكم أنتم السنة تتكلنوا في النساء وكذا نعم مجلس شيخة الإسلام بن تيمية كانت داخل إذا دخل مجلس شيخة الإسلام بن تيمية رحمه الله تذكر الآخرة إذا دخل إلى المجلس يتذكر ها الآخرة يعني لا يوجد في الدرس شيء يذكرك بالدنيا نعم لم يسمع قط في مجلس من مجالس شيخة الإسلام بن تيمية رحمه الله غيبة أو نميمة تستطيع تتزوج توكّع الله تزوج لا تستطيع ماذا تصنع تصوم هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم متتكلم تقلل من الطعام من الشراب يعني نصف وجبة في اليوم ممكن نعم أنا أتكلم هذا الشرع نعم الثالث هذا الهاتف تتركه واللي ليس متزوج يأخذ الجوال القديم ذاك أبو كشاف الغبي نعم ليس غبي هو هذا بعد عن الفتن نعم أو يأخذ تليفون بدون انترنت نعم انترنت فقط إذا ذهب إلى المسجد ممكن نعم المسجد كيف انترنت نعم نعم لا برامج ممكن عندك هذا الجهاز لكن إلغي بعض البرامج التي تفتنك أو أنت تعرف أنك ضعيف وعندك بعض البرامج فيها ما فيها من طامات احذف البرامج ليس بلوك حذر نعم وارتاح لا تدخل فيه نعم واتس أب مثلا تضع اللي ممكن يرسل لك بعض الأشياء ضعه حذر لكن في عندنا بعض البرامج أنت تعرف فيها طامات نعم وثق تماما أن من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه ادعو اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغني بفضلك عن من سواك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث واصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجهلين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي قدم السجن يسجن وهو نبي من الأنبياء والرسل العالمين الصلاة والسلام حتى يبتعد عن الفتنة نعم ابقى وحدك لا هذا ما يبقى وحده أبدا ولا ينام وحده ولا يطيل الدخول في الحمام نعم 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 و أيضا أي شخص لا يبقى وحده أبدا شيطان حتى لا يفتح اللاب توبه كذا في مكان وحده لا لا يذهب إلى السوق كيف لا يذهب إلى السوق يستطيع الآن عبر انترنت يدخل ويشتري لماذا يذهب إلى السوق يتسوق نعم لا يذهب إلى أماكن الفتن يغض البصر وصاحبة الصالحين لأنه مع الصالح لا يمكن ينظر في المرأة لكن مع غير الصالح يمكن يقول انظر شوف شوف المشكلة أن بعض الناس هو مفتون يعني في نفسي مفتون ويأتي هذا مسكين ما يفكر في شيء أسر يقول كيف أنت ما تشوف ما عندك نظر أنت ما تشوف الفتن ما شاء الله تبارك الله تبارك الله نعم فيفتن غيره نعم هذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله أن بعض الناس في صورة إنكار المنكر هو يدعو للمنكر يروج للمنكر كيف نعم يقول عندنا هنا خلف المسجد يقول مكان في كل شيء مجان أعوذ بالله هذا يقول أعوذ بالله جزاك الله خير نعم وهذا يذهب من السبب هذا في صورة إنكار المنكر هذا ليس إنكار منكر إنكار المنكر ترجع إلى ولي الأمر إلى الشرطة صحيح أما أنت تقول لهذا هذا يقول جزاك الله خير أعوذ بالله نعم لا تتكلم بهذا الكلام هذا يقوله شيخ الإسلامي بن تيمي أخوانا نعم قلنا تستطيع تتزوج أسلك ما تستطيع تأتي بهذه الأشياء ابقى في المسجد طيلة اليوم نعم لا تنام إلا وأنت منهك جدا يعني قبل أن تضع رأسك تنام نعم 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 مثلا يقوم يصلي ويدعو الله نعم أخوانا أيام الليل أو يجري مثلا ما في أشكال يعني يمشي يجري يمشي عشرة كيلو وبعدا يأتي ينام خلاص أحسن لكن اليوم الواقع أخوانا أن الغالب هذه الأشياء اللي ذكرناها يصنع عكسها صحيح صحيح والله وبعدا يقال فتنة نعم العبد إذا كان طيب الله سبحانه وتعالى يعطيه مرأة طيب الطيبات للطيبون والطيبون للطيبات كما تكونون يولى عليكم نعم يقول أن عفاني الله وإياكم أن الزنا دين لابد يسدد فالذي يقع في عرض الناس سيقع الناس في عرضه نعم نعم فالنكاح يختار ذات الدين ذات خلق نعم يختار يعني ينظر مثلا إلى أمها أنها يعني عندها إنجاب ذات يعني ذات ولد نعم لابد أن يأتي البيوت من أبوابها يعني ما يتصل عليها واتس أب وكذا نعم أو يقابلها في الشارع أو في الكوفي نعم نعم الآن أركان أركان النكاح ما هي زوج وزوجة وولي للزوجة وشاهدين بعض الناس يسألني يقول أنا جئت لأبو الزوجة وخطبتها منه وبعدين يقول لم يوافق يقول لابد من موافقة الولي ركن يقول هو كافر لا يصلي الآن كافر لأنه لم يزوجك يقول أنا ما كنت أدري أول يعني هو يكفر هذا حتى يسقط الولاية نعم نعم يا أخي سبحان الله هكذا هكذا النظام نعم طيب ماذا صنعت ماذا صنعت وقال الأب كافر أقول له ماذا صنعت نعم قال رجعت إلى أخيها ورفض ثم اكتشفت أنه كافر ما شاء الله ماذا صنعت قال ذهبت واحد في الشارع مسلم هذا قبلته في الشارع تعال زوجني هذه المرأة هذا يقول كيف قال لا لا يجوز زوج خل خلاص تزوجت مزوج وبعدين طلق والمرأة تبحث من وليها ما وجدت ولي لا ليس ليس بهذه الطريقة أي إنسان ولي هذا شرع هذه نكاح لابد أن ترجع إلى الولي يسجل العقد يقول لا إلا هذا أنت لا تعرف النظام هنا لو أسجل العقد نصف الأموال تهددني كل يوم تقول والله أصنع أخذ نصف أموالك نصف الحساب نصف البيت نصف كل شيء صح؟ صحيح صح قلوا صحيح مشاكل كثير من يتق الله يجعل له مخرجة والشباب في هذه الأيام يصل عندنا الآن الإحصائية أنه يصل عمر الشاب إلى أربع وثلاثين سنة ولا يتزوج الله المستعان طيب لا علينا بهذا ذكرنا الأركان يكفي هذا مشاكل الزوجية لا تنتهي إجاب من الزوج يقول للولي زوجني ابنتك فلانا ويقول الولي قبول يقول قبلت هذا النكاح وأزوجك بنتي فلانا نعم وشهود الاثنين يسمعوا هذا ويسجلوا عقد النكاح ويذهب للحكومة يسجلوا نعم والزوجة طبعا تكون موافقة نعم نعم المهم تزوج وقال لها اسنعينا الشاي الشاي قالت لا 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 ما اسنع قال أنت ناشز لا ليس أي عصيام من المرأة هو نشوز نعم أنت طالق بعض العلماء يقول الطلاق مثل الطلقة إذا خرجت ممكن ما ترجع نعم مثل الرصاصة نعم نعم كيف متى نطلق متى يكون الطلاق نعم أول شيء لابد نفهم معنى النشوز يعني المرأة ناشز العاصية يعني التي لا تطيع يعني خروج كامل عن طاعة الزوج عصيان كامل الشعب يريد إسقاط النظام نعم هذا هو أما كاسة شاهي ما صنعت له طعام لم تغسلها هذا ما هو عصيان كامل بعض الناس يفهم هذا عصيان كامل نعم إيش المشكلة كافترية موجودة اذهب اشتريك اشرب خلاص نعم ولا اشكال ولا تصنع مشكلة نعم طيب يقول لي أحد متسوجين إذا قلت لزوجتي اصنع لي كذا وما صنعت ماذا أصنعت يقول أبدا لا تكلم معها لا أتخاصم يعني معها أذهب أقتسل ألبس أحسن ثوب وأضع عطر أخرج نصف ساعة أرجع كل شيء منتهي والله حل أنا تفكر أنت ذهب تخطب نعم يسجل شيخ الدرس ما في إشكال في بث مباشر لا إشكال نعم والأهلين موجودة قال لي شاب فرنسي كنت في الدرس أبين لهم قال لي شاب فرنسي قال لا المخاصمة ما تكون في النهار في الليل آخر الليل أنا أريد أنام في الصباح عندي عمل لازم أنام مبكر العمل في أوروبا لا أستطيع أتخار نصف ثانية نعم فتأتي تخاصمني في الليل ما أستطيع أخرج لأنني لازم أنام فأقول ماذا تصنع قال أطلقها كل ليلة عندما نتخاصم ويشتد الخصام حتى أنا أقول أنت طالق أقول طلقت يقول نعم كم مرة كثير سبحان الله يقول لكن يعني أنا تعبان يعني عقلي يعني لم يكن مئة بالمئة نعم قلت خلاص ارسل لي ولي أمرك أنت طفل لا تصنع أن تكون زوج صحيح فهمت قلت ارسل لي ولي أمرك عندما قال لي أنا كذا وكذا أحسن يرسل ولي أمره أحسن نعم صحيح تفهم مع ولي أمره هذا ليس برجل لماذا جعل طلاق بيد الزوج تمام علاج المشاكل الزوجية كيف يكون ليس كل مشكلة مشكلة مفهوم هذا نعم ليس كل مشكلة تصنع عليها مشكلة عندما تدخل إلى البيت يقول الدعاء اذكر الله يقول دائما أدخل أصنع لها مشكلة في المطبخ لا تدخل المطبخ نعم ورتاح صح أو لا ما علاقتك أنت بالمطبخ صح مطبخ مكتبك أنت مكتبك هنا المسجد مطبخ لا تدخل وانتهى الموضوع يا أخي أي باب يفتح لك باب المشاكل مع الزوجة اغلق هذا الباب طالما أنه ما في شيء محرم والتغافل نصف الحياة نعم يدخل كل يوم المطبخ يتخاصم مع لماذا هذا ملح لماذا هذا تضعي نعم لكن وجدت مشكلة وعصيان كامل من الزوجة ماذا أصنع من يقول لي من المتزوجين ماذا نصنع من من يا جاوب متزوج نعم 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 يتذكرها أولا وعصيان كامل أول شيء يعظها كيف يعظها يقول اسمعي يقول لسن أخذ الأولاد والجوازات والأوراق وأخرج والله ما تجد شيء حتى أوراقك وجوازك كل شيء تبقي هنا في هذا البلد لاجئة مشردة هذا الوعظ نعم هذا الوعظ هذا التهديد لا الوعظ كيف يعظها يقول لي اشتري لها هدية ورسالة في قلب أحمر نعم ما أعجبك الأول نعم رسالة يكتب لها زوجة الغالية أنت يعني كذا والنبي صلى الله عليه وسلم أوصاني بك وأوصاك بي فاستوصي بي خيرا جزاك الله خيرا هذا وعب أنت تريدها تطيعك ولا تريدها عسيان كامل تريدها ترجع حاول يا أخي صلاح الزوجة مهم قالت خلاص أتوب إلى الله أشتقل لها تقول لا 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 تذكرت أمس ماذا قلت لازم تتعلم الدرس لا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل إذا قالت خلاص أقول خلاص انتهينا أغلقنا الملف لماذا لأن لو تعودت منك هذا دائما تعتذر وتغلق الملف نعم ما تفتح لها تقول صنعتي أمس وصنعتي نعم هذا الدليل عليه فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل نعم نعم إذا لم ترتدع باقي عسيان كامل قالت خذ الهدية لا أوجد عندك ذوق يعني لوجد عندك ذوق لا وجد لا تعرف حتى تشتري هدية جميلة أخذ تقول لا أحلى ذوق ذوقي أنا اخترت واحدة مثلك نعم هذا حرب باردة نعم 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 عسيان كامل ما تابت ماذا نصنع ها متزوجين يقول المرحلة الثانية الآن بعد الوعظ الهجر نعم كيف يهجرها يهجرها بلسانه ثلاثة أيام لا يكلمها بعد ثلاثة أيام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويهجرها في الفراش كيف يعطيها ظهره في نفس السريل لكن يعطيها ظهره نعم يعني ما ينام في الصالة لا تمام تابت قال تبت خلاص يتوقف يغلق الملف ما انتهت ماذا يصنع يظن كثير من الناس أن الدين الإسلامي فيه ضرب للنساء ضرب مبرح وهذا والله الإسلام منه براء نعم النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يضرب خادم فما قال لك مرأة ما يمكن أن يكون الدين الإسلامي فيه ضرب مبرح للنساء وهذه أمامكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة الصحابة رضو الله عليهم نعم نعم بعد هذه المرحلة يعني ما يضرب ضرب مبرح نعم نعم طيب بعد هذا ماذا يصنع ما عرفوا يأتي برجل من أهله من أقرباء الزوج ورجل ليس مرأة من أقرباء ما يأتي بمرأة المرأة ما تصلح بل عندنا في المذهب في المذهب زاد المستقنع يقول المؤلف رحمه الله ينبغي أن يختار ذات دين وخلق كذا بلا أم نعم مكتوبها كذا عندنا نعم فلا يأتي إلى مرأة يأتي برجل ورجل هذا من أقرباء وهذا من أقرباءها نعم نعم هذا الرجل يشترط فيه مع هذا الرجل أنه يريد الإصلاح ويعرف الأمور يعني لا تأتي بإنسان أحمق مستعجل يريد تطلقها تتزوجها نعم يعرف الأمور يعني تقول مثلا لا يصلي يقول لا إما تصلي أو فراق يشرب خمر يشرب نقول لا ما يمكن تبقي معه مفهوم لكن لو قالت ما اشترى لي فستان ما اشترى لي لباس هذا يقول أنا أشتري وتصالح الآن وخلص هذا ما يمكن يفرق من أجل لم يشتري لها كذلك إذا انتهى الموضوع انتهى ماذا نصنع الآن الخامس الطلاق آخر خطوة نعم كيف يطلقها يقول أنت طالق مليون مليون المليون مرة نعم الصح؟ لا لابد يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ولا يخرجها من البيت وينفق عليها ويبقى هو في البيت يعني هو حتى هو لا يخرج من البيت نعم ما يخرج من البيت هو ولا هي أنا أضحق لأن ابني هذا زيد كان خلفنا من جاهل آه ما شاء الله نعم تمام هو يسجل الآن نعم هذا يسجل عليك والكاميرا تسجل عليها أنا نعم الشيطان في كل يوم يأتي تأتي الشياطين وهذا يقول صنعت به كذا صنعت به كذا لا يقرب ولا يحب إلا من يأتيه ويقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه هذا أحب واحد للشيطان نعم والله أعلم صلى الله على النبي محمد وعلى الصحب والسلام جزاكم الله وخيرا